لصيد الكامير الصيد الاول عندنا من مباراة سيراميكا ايضا ووادي دجلا اللي كانت مشحونة جدا جدا النهار اسناء تنفيذ احدى الكرات السابتة لصالح سيراميكا محمد عبدالعاطي لعب دجلا وقف جنب السناء بتوع سيراميكا اللي هو رجب بكر وصالح جمع عشان يسمع الخطة لقطة طريفة دماء خفيف وبعين زقوا من كده وابعد يا ابن انت من هنا مش عارف ايه لقطة طريفة تهدي الاجواء وما تخليش فيه توطر في الملعب حاجة حلوة ليه لا مدم صحاب وحبايب والكلام ده كله طبعا او عايز يسمع الخطة ايه يعني هتتلاعب ازاي كرة فوص الملعب وبعيدة وما كانتش مؤسرة على الاطلاق اخر حاجة عندنا من مباراة ايضا امبي والنادي المصري طبعا حسن علي لعب النادي المصري قام بتنفيذ فاول بشكل غريب جدا في الشرط التاني طريقت التنفيذ ما عجبتش الكابتن علي ماهر كان له رد فاعل غريب جدا اثناء الاعتراض على تنفيذ اللاعب حسن علي للفاول وطبعا خلي بالك المداربين دول بيبقوا على اعصابهم وبعدين لما فرقة زي النادي المصري الحقيقة ادارة محترمة ومدير فني على مستوى عالي قدر يأسس فرقة يفخر بيها اهل بورس عيد بيبقى على اعصاب لانه في النهاية خلي بالك ماتش كرة ممكن تبقى يعني خلينا الماتش اللي راحت مش عايز افكر طبعا احمد رفعت بضربة الجزاء بس اتكلم على الكوتش يعني ماتش متعاتل تعاتل وبعدين الحكم قبل ما يصفر صفارة النهاية رجع للفاول طلع فيه ضربة الجزاء للمصري وخلاص هتتلاعب ضربة الجزاء والحكم هيصفر مفيش سنتارة الطبيعي ضربة الجزاء يعني بنسبة كبيرة جدا بديبه هدف راحت احمد رفعت وبتاعه بعين ضاع تمام سيب اجمام القصة دي كلها يعني معزور احمد رفعت لكن هو الكوتش بقى معه فرقة حلو وباني فرقة قوية وتعمل عروض حلوة قوي وبعدين زي بقوله فضل على الحلوة تاك كان ده انت خلاص الوقت خلاص بعد اللعبة دي هيصفر الحكم تاخد ثلاث نقط تنطورك مركزين ثلاثة فالله يكون فعون المدربين بيبقى على اعصابهم طوال الوقت اهي اهي يعني هو لو علي نفسه نزل شطى انا بقولكو مش عايز احلف يعني هيجيبها جون لان انا عارف لعبه في الخماسي جامد جدا وشويت وحكاية ورواية لكن خلاص هي دي كرة القتل يعني بص خليه لك الوقع دي ورجعوا اللعبة تاني بعدما الحكم صفر لانه لاجلوا الفار والماتشم متعادل وبعدين راح احمد رفعت حطها وبعدين نصيبه كده مش عايزين نزعل احمد رفعت مرة تانية بعرض اللقطة دي لكن انا بتكلم هنا عشان الكوتش وهو كان على اعتاب تلات نقط بقوا نقطة واحد كان اخذ نقطتين نطروح حتتين وهكذا طيب